كما عندي استفسار مهم انا في رأيي بش نجمه نبنيه وموقف نفهمه. آآ هل تم بعد هذيك الكل في تار الاسبوعين الاخرانية التواصل بشكل رسمي مرسلة رئيسة الجمهورية في علقة بمشروع القانون. احنا كجهة مبادرة نوابنا في المجلس طلبنا من اللجنة ان ترسل وهل رسلت ام لا? انا ما عنديش ما نجيبش نجاوبك طول نجيب نتتأكد من الموضوع ذا. ولكن احنا طلبنا ان اللجنة ترسل الجهات اللي عندها علاقة بهذا المشروع. وبالتأكيد رئيس الجمهورية عنده علاقة بالمشروع دي? اكيد رئيس بطري معني ابداء موت. رئيسة الجمهورية وزارت الخارجية الى اخر وزارة العدل الاطراف اللي عندها علاقة وزارة العدل في الجانب القضاء والعقوب لها. حنا احنا نتثبتوا انه صارت المراسلة والا لرا لليل رئيس الجمهوري من شابقه الخريد. اكتي ا sekali طرف رسمي معني بالموضوع هذي هو رئيس الجمهوري. اكتر يعني من ناحية السياسية. اختاني من الخصص القانوني والستيرا. الترف الرئيسي المعني بالموضوع ذاه هو رئيس الجمهورية. انا خنقول احتمال. احتمال في رأيه مهم. ذكر حكينا فترة قلنا الموقف السقف العالي متاع الرئيس. متاع كل فلسطين. وعدم عمليا الاعتراف بالقرارات الامم التحدة في علاقة تقسيم فلسطين. نعم. هو لوجي سيال غريب. لوجي سيال شعبي. نعم. خلنا بدأول هنا. هو لوجي سيال موجود في العمق الشعبي التونسي. يعبر على العمق الشعبي التونسي. مم. هو غير منسجم. بعكس اللي يقولوه بعض الناس. مع اللوجي سيال الرسم. راهو خلنا عاودوها يقولوها يفسروها هذي يا راه. راهو دولة تونسية الدولة التونسية. من استقنالها وما قبلها. انا سمعت شوية الحوار اللي صار البارح لهناء. اه حفو حذور ولا ولا نهار لثين سيت. احمد سعيدان يحضر. نايا. 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 وحاجات اللي قالها رئيس حيح. يوم الاثنين احضر معنا. اللي راهو الدولة التونسية على الاقل في من زاويتها البرجيبية. مم. من قبل حتى الاستقلال. هذي كتبت عليه برار انا الموضوع دي مش مش بنانة على مصادر بتاعي. مم. بنانة على كتب بتاع تاريخ بتكتبت بنانة على مصادر الارشيف الاسرائيلي. اللي من زاوية البرجيبية عادي نتعامله مع اسرائيل. اذا كل المصلحة التونسية نتعامله. وصارت لقائت عديدة وعديدة جدا. وهذا موثق. في ارشيف المؤتمر اليهودي العالمي. في ارشيف الموساد. في ارشيف موجود وموثق. ومنشور في كتب. مهمة ندعو الناس. ما قلت مايكل لاسكيري. اخوه يا عاملو. ادخلو. انت ترقاوا بمقالات بتاعه. ما عدت كتبا كثيرا في هذا الموضوع. اللوجيسيال بتاع الدولة التونسية ليس ذلك. مم. مم. بركيبية جينيوركي كان وزير خارجية في الخمسة وستين. التقى مع مسؤولي المؤتمر اليهودي العالمي. لتيسير العلاقات مع الغرب وخاصة البنك الدولي. السيدي اول قرض اخذيناه. كان في علقة مباشرة بخطاب اريح. بالضبط. يعني خلنا بدور او ما بدورش. خلوان انا نكمته في الموضوع وان كذا. ما نحكيش على انبعاد. وبنعلي ودوره في اتفاق غزة اريحة. وتطويع القيادة الفلسطينية في تونس عن طريق بليتروت جونيور والسفير الامريكي في تونس. والمفاوضات اللي كانت تترا في جزء كبير منها بشكل غير معلن في اخر الثامينينات وبيديد التسعينات وايه لخي 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 لخي. رحوا فاما حاجة يلزمنا نطلق. بنجموش نبديو اللاكبتو في المورايل كل مبعاظنا والموقف الرسمي منسى جمع الموقف الشعبي ونبديو. ليه فاما صراع في البلاد على الموضوع ذاية. ما توقف خدرك يظهرينه. زعمة شني الحكاية هذه منين. ليه ليه فاما صراع تاريخي في البلاد. سوري. بينسوز رؤافي علي قبل الموضوع ذاية. ايه. والرؤية العميقة للدولة بعكس الرؤية العميقة الشعبية. ام. هي رؤية تقول لك اخوية نسمعها. انا مت موقع في تحلف استراتيجي غربي. ام. الموضوع هزايا انا معني اني نكون منسجن مع الموقف الغربي الرسمي. هزي كان عقل الدولة كان غديك. ام. قلنا اللي 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 عبر علي قيس صعيد. راهو صعيب مش يحب الوقت. كان مش يركب حبل الوقت. ام. مش بكون سيح. كما قال زهير. ايه. عشنا الصراع ذاية بعد الثورة. وعشناه حتى قبل في البرنامين اه متاع الفين واربعتاش عشناه في البرنامين متاع الفين وحداش. قبل المشروع ذاية كان مشروع. كنت بالناس هنا سيدي كتبته هاي. المشروع متاع اللي قدمناه في اطار كتلة. كتلة المؤتمر. كان كان وصار علي نفس الصراع. واصلا ما تنقش في اللجنة. وانتي تعرف حتى المشروع اللي لم يسمح بانو يتناقش في اللجنة. مش انو يتعدى الجلسة العامة. ليه? طوى عنا اخويا خطوة صار ضخمة. لا تنقش في اللجنة طارق. لا. في المشروع مشروع الفين واربعتاش. الفين وطناش. في الفين واربعتاش حلوه للجنة. نعم. ولكن عملوا عملية التفافية غريبة غريبة جدا. اللي هاي. انتي تعرفي مجلس النواب الشعب لما تعلن لما لما تجتمع اللجنة. ثم شاشة في المجلس. يتكتب في لجنة كذا مجتمع في كذا. جدوى العمال هكذا. تقع استبعاءات يكون لعذاب موجود. لم يوجه. لم توجه الدعوة للعلام. لم يقع الاعلان على ان اللجنة المجتمع باش ناقش الموضوع ذايا. لم يقع لم تقع المراسلات وقتها لرئيس الجمهورية. ولوزارة الخارجية. صارت جلسة حضروا فيها برش النواب. كانوا متحمسين. وفجأة ونقول لك ما لهم اكثر منك انا. انا في الفين واربعتاش انا كنت موجود خطر في العملية هذه. وانا خرجت مرة في احد التلفزات. قلت له رئيس البرلمان هو المسؤول على انه ما تمررش القانون. وبعد علمت هذه معلومة يعني معتها معلومة مهمة. علمتنا ان احد سفراء الدول الاجنبية. شار البرلمان. وقل له مرة وقلني باكستيون موضوع ذايا. واعلمة واعلمة البيجي قيد سيبسي الله يرحمه وقتها من ترفيس البرلمان. واعلمة رجل الغنوشي. وكلموا جمعاتهم في البرلمان. فك علينا بالموضوع ذايا تعدى والاحكاية اخرى. مهم. دونك فهمة السراع هذية تواصل حتى بعد الثامن. انا نحكي لك على المشروع الاول. اللي على الاقل نعرف. تم بوابرة تقدم بها الشهيدة محمد برامي والنايب مراد العمدون. مهم. من اجل تجريم التطبيع. ما نعرفش. في التأسيس. في التأسيس. في التأسيس. ما نعرفش. انا في التأسيس. وكنت حاضر انا في اللجنة. ونقشت الموضوع ذايا وحكيت انا مرة لو انا نحكي مواقف اسماء الناس اللي حاضرين في اللجنة منهم اللي مات الله يرحمه. مخزية. خاينكمل رسمه وتارك ونقشت المشروع. ومره اخرى للتأسيس للتحية لابراهيم القصاص اللي كان موقفه اكثر وطنية وشجاعة في الاجتماع متاع الفين واثناش. وصلت الى درجة تهديده باستعمال العنف امام الناس اللي رفضت اللي يتناقش وكنت حاضر في اللجنة الموجودة. يعني اللي الحب وقلوه فما فما صراع مستديم حضر الموضوع دي. ما هيش تاوه بشوفه. ولهناء الموقف اللي عبر عليه وزير خارجية. هناء انا الخطورة هاة ولهناء انا عليش سئلت على موقف الرئاسي. شقال شقال الوزير الخارجي? قال حاجة قالها بودربالة في حوار وقت اللي كان في اللجنة الاستشارية متاع صياغة الدستور. اه. نفس الحاجة. قال نحنا معناش علاقات باسرائيلة عليش مش تطبعه? عليش نعملو قانون لتجريب حاجة غير موجودة. والهناء عندي فقط سؤال. نعم. بس فقط سؤال. نحب معانتها في اللخ الرئيس هو معني بالتوضيح للموضوع دي. نعرفه موقف الرئيس في علاقة بالتطبيع خيانة عظمة. مهم. كيف يقوله وكيفش يقوله هو. يقول ما فماش امكانية للتطبيع. ما فماش تطبيع. التطبيع يلزم معا حاجة طبيعية قائمة. نعم. نعم. انا نحب نعرف اللي الرئيس موقفه في علاقة بفلسطين واضح ودقيق. مهم. في علاقة بالنقطة هذي. نعم. انه ينزم نا قانون تجريب تطبيع. وإلا ليه? هل موقفه مساند ولا ليه? لاني انا الى حد الان عندي غموض في النقطة هذي. مهم. شفت اللي قالوا اخر نقطة قالها وزير خارجي. بنحنا بش نعملو تجريب الحاجة ماش موجودة. مهم. قالها بودربينة. يعني فماش حاجة مادية بش نبنيوه عليها جمهورية. هل انو الرئيس متوافق بالرغم اللي اللوجيسيال امتاعه في الموقف من الموضوع فلسطين. مهم. غير متوافقة اه توافقة عالقة المعاقل الدولة. هل في النقطة هذي هو متوافق ولا? بيه نسم نحب نعرف. انا خارجي رئيس جمهورية. نعم. 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 نعم.